أنت تفكر كثيرا عزيزي برج دلو تفكر والحبيب كذلك أرى النطاقتكما متشابهة الحبيب يعيش حزين هنا وأنت تعيش حزين هناك ربما هناك طرف آخر ربما هذه المعاناة قد تكون توأم الروح والشعلة لا أدري لنواصل القراءة لكن هنا أرى تفكير مستمر يحلم بك يفكر بك لا ينساك أنت أجمل شيء رأاه في حياته ومن جديد الأحلام يبني معك أحلام جميلة هذا الحبيب يريد أن يعيش معك لأن القرط تكرر نفسك القرط يعني التفكير المستمر وحتى أنه يحلم بك وأنت كذلك عزيزي تحلم به تحلم هذا الله هذا الحبيب ما هذا هنا واحد شغف كبير هذا شغف كبير وكبير وقوي قوي 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 بزاق لأني تتكرر لدينا الأمير والمالك ديال لاباسيون واخا نار هذا الحبيب قد يكون أسد أذكرت الأسد قد يكون أسد حمل أو قوس قد يكون ميزان أو جوزاء أو ميزان أو جوزاء أو دلو مثلك يعني هوائي واخا كذلك أرى هنا طاقة مائية وترابية واخا موجودة كل الأبراج عزيزي لكن المهيمنة هي النارية والهوائية لكن موجودة كل الأبراج الله عزيزي برج الدلو الدلو أنت رغم هذه المعاناة العاطفية وهذا التفكير المستمث الحبيب هو في نفس المستوى بحل 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 هذا الحبيب يشعر بنفس الشيء يشعر بنفس الشيء أراك أنت يعني تغرق في هذه الأحزان وأنا أرى طاقتك هذا الشهر الخير الرزق العمل واخا ستفتح لك كل هذه الأبواب واخا كل هذه الفرص عمل رزق حتى الحب واخا رغم المعاناة دا بغد نهضر على الهدع على العاطفة فقط سأركز على طاقتك واخا أنت عزيزي ربما لا ترى هذه الفرص لكن أنت لديك مفتاح سحري وذهبي ويمكنك فتح هذه الأبواب ليست باب واحدة بل أبواب كثيرة ذهبية حب ورزق وفرح وفرص كثيرة وعمل وكل شيء واخا أرا هنا كرتات جميلة وأنت أحلام ولديك فرص كثيرة أرا هنا رزق واسع وفرص كثيرة رغم أنك تعاني بسبب الحب قد يكون هذا حب في السر قد يكون هناك طرف آخر لكن أنا أرا هنا واحد أرا هنا الكثير الكثير من الجاذبية جاذبية قوية نارية بركانية هذا الحبيب يشتاق إليك يشتاق إليك كثيرا 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 ويحلم بك حتى أنت تحلم حتى أنت تحلم تحلم أشياء وأنا أقول لك بأن لأن الأحلام تتكرر أن أحلامك في أحلامك سترى شيء سيقول لك الحقيقة يعني إشارة سماوية لكن في حلمك وهذا الحبيب كذلك لذلك هذا الحبيب سيتحرك هناك تغيير سيتحرك هذا الحبيب سيتحرك واحد جوج ثلاثة سيتحرك هناك تغيير الحركة والحركة السريعة قريبا صدقوني ما تقوله الكارت لا تصدقوني أنا أقول ما تقوله الكارت وخا هذه تغيير يعني بحل البركان كما قلت يعني البركان يسكت 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 في صمت وفجأة بوم يخرج كل ما بداخلي كل هذا النار وكل هذا الجهنم الذي بداخلي هذا الحبيب سيتصرف مثل البركان تماما لماذا؟ لأنه يعاني وربما أنت ابتعبت أو انسحبت قليلا بحزن كبير لكن أراك انسحبت كثيرا لكي تتركه يفكر ولكي يختار فربما هناك طرف آخر لكن حبيبي هذا الحبيب أنت في عقلي أنت في عقلي يعني أنت ملكة عواطفه ملكة قلبه يعني تملكين قلبه وخاقرة قوية قوية جدا أنا أطلب منك أن تمسح عقلك وتنظف عقلك من هذا الضجيج الفكري أن هناك نشاط فكري مستمر مستمر لأنت ولا الحبيب بجوش بكم تفكرون كثيرا ولذلك هذه المعاناة هناك معاناة كثيرا لكن هناك حب جميل هناك حب جميل جدا هذه الأفكار ليست سوى أفلام رعب في عقلك أنت وفي عقل الحبيب تجعلك تعاني لذلك املأ قلبك وعقلك بهذه شوفوا كيف يراك الحبيب املأ قلبك بهذه الأشياء الجميلة شوفوا يعني ماذا في حياتك رزق واسع رزق فيما يخص ليس فقط المادي بل رزق عاطفي واسع كبير بزاف وخاق السرعة هذه تتكلم عن السرعة هذا الحبيب قريبا سيتصل أو سيأتي لكن أرى هنا كرت السرعة تتكرر كرت السرعة وخاق أرى أنا أزهار وورود في حياتك فلماذا لا تملأ عقلك بهذه اللوحات الجميلة بهذه الألوان الجميلة بهذه الشمس التي تبتسم لك كل يوم كل صباح وتقول لك صباح الخير يا جميل هذا الحبيب أرى ربما أنت ترشتيه ما شو ترشتيه يعني صفعة أعطيته صفعة صفعة روحية نحن ناس سلميون وناس طيبة وروحانيون نحن نمارس الحب لا نمارس نمارس المحبة والسلام نعم نمارس الحب والمعنى نعم لم أقول شيء خطأ أو غلط نمارس المحبة والسلام نحن في كوسميك لوف لوف عائلة سلمية نمارس المحبة والسلام لكن أنت صفعت الحبيب بطريقة روحية انسحبت لأنك احترمت احترمت حياته احترمت قراره وانسحبت وهذا الحبيب ده بك يموت وكي يحترق وماذا سيحدث لأنه يشتغ إليك لا أدري كيف أصفه وليس هناك كلمات أصفه لكم هذا الشغف الكبير أخا تتكرر والشغف ينمو لدينا الأمير والملك ينمو كل يوم ينمو وماذا سيحدث حركة سريعة هذا الحبيب وتتكرر هذا كانت أثر لما كانت نشوف كل هذا القوة وكل هذا العاطفة وهذا الشغف وهذا اللهف هذا الحبيب سيتحرك سيتحرك واخا لأنك أنت كما قلت تملك قلبه تملك قلبه وملكة حياته واخا أنت ربما يعني ابتعدت قليلا كما قلت ربما كنت تحتاج لتنفس هواء نقي وجديد لأن هذه العلاقة صعبة جدا صعبة جدا أن هناك الكثير الكثير من المعاناة لكن حبيبي نحن نتكلم هنا عن توأم الروح وتوأم الشعل لأن هناك رضاة روحانية واخا لأن هنا جاذبية غير عادية جاذبية قوية قوية بزاف قوية بزاف وهذا الحبيب سيتحرك قريبا لأنها هذه كرتة سريعة كرتة السرعة واخا قلت أنك أنت انسحبت لكي ترتاح قليلا وتبحث عن سلامك لأن هذه العلاقة تخفض ذبذباتك وأنت وأنت شخص في الحقيقة متفائل وسعيد بزاف واخا أنت سعيد دائما حتى في الأيام الغائمة والرمادية هذا الحبيب ربما في البداية لن يصدق أنك انسحبت قليلا في البداية لكن سيرى أنك الآن أنت صارم وهذا ما سيجعله يحترق ويتحرك كالمجنون واخا ويكبر هذا الشغف يكبر هذا الاشتياق الشوق وسيتحرك وسيأتي هذه كرة السرعة لأنه يحبك لأنك أنت عالمه وهذه الطاقة الميزان يعني التوازن التوازن السماوي والعدالة السماوية ستتحقق أنا أراك أنك تصرفت بحكمة تصرفت بحكمة وبفضل هذه الحكمة أنت قويل وتصرفت بحكمة وإن صرفت أو ابتعدت وهذا الحبيب يكبر الشوق يكبر هذا الشغف الكبير لا تخلوني نزيد نعم هناك ربما حتى طرف آخر ربما هناك طرف آخر وتتكرر هذا لكن لا تخاف تتكرر هذه كانت تريد أن تتكلم كذلك خلوها تتكرر الطاقة يعني أنت لا تخاف لأن ما ينتظرك شيء جميل وخه هذا الحكم السماوي ربما هناك طرف آخر لذلك هذه المعاناة ولذلك أنت يعني ابتعد أن هناك طرف آخر كنت أن هذا الحبيب لن يصدق في البداية أنك ابتعد وفقط أن هذا غضب وزعل منك يعني شيء عادي وأنا قريبا ستعود وستبتسم له من جديد وتهدي له حنانك ورقتك وروحك الملائكية يعني بحال ديما أنا أرى أن أنت بالنسبة لهذا الحبيب أنت شوفه أنت وردة في رمال صحرائه يعني أنت كنز عظيم شوفوا كيف يرى يعني هناك قوية بزاف وروحانية ربما هذا توأم الروح أو توأم الشعلة وحتى لكن هذه تصر أنه ربما هو حب في السر يحبك في السر أما لا يبح بهذا الحب أو ربما علاقة سرية وهي علاقة صعبة صعبة جدا هذا الحبيب يحبك هذا الحبيب كما قلت سيتحرك أنا أرى أن تتكرر أنه سيتحرك سيتحرك بسرعة بسرعة هذا يحبك بجنون وسيتصرف كالمجنون سيأتي لأنه هو أحيانا غير واضح لذلك أنت ابتعدت قليلا وتدير ظهرك للحبيب لكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر